ما هي الأدلة على التطور نظرية التطور البيولوجي تقدم الدعاءات جريئة للغاية الأولى كل الكائنات الحية على الأرض مرتبطة ببعضها البعض تطوروا من سلف مشترك الثانية التطور الحاصل في الكائنات الحية تقوم به عمليات طبيعية أشياء يمكن دراستها وفهمها لكن هل هناك فعلا أي دليل يثبت هذه الإدعاءات؟ أجل هناك العديد من الحقائق التي يمكن ملاحظتها من مختلف المجالات العلمية ولذلك فإن الطريق الوحيد للتحدث عنها هو جمعها في فئات أو خطوط من الأدلة لتبسيط الأمر سنتناول أول قضية للتطور وهي كل الكائنات الحية على الأرض مرتبطة ببعضها البعض لا يمكننا التحدث عن شجرة الحياة بأكمالها مرة واحدة لأنه حتى الآن هناك ما يقدر بـ 8.7 مليون نوع من الكائنات الحية حتى يومنا هذا لذلك سنركز معظم احتمامنا على فرع صغير لكنه رائع في الشجرة التطورية وهي الحيتانيات هذا الفرع يضم الحيتان والدلافين وخنازير البحر علماء الأحياء يدعوا أن هذه الكائنات الثلاث مرتبطة ببعضها بشكل كبير وأن هذه الرتبة تطورت من أسلاف مشتركة برية رباعية الأرجل بدلا من الأخذ بكلامهم هيا بنا ننظر للحقائق سنبدأ مع عدد قليل من الحقائق من مجال علم التشريح المقارن وهذا مجال يهتم بدراسة أوجه الشبه والاختلاف بين الكائنات الحية الحيتان تعيش في الماء ومن مسافة تبدو لنا كأسماك عملاقة لكن نظر قريب على تشريحهم يخبرنا بقصة مختلفة تماما الحيتان تماما مثل الثديات البرية لكن عكس الأسماك لديهم مشيمة ويلدن يرضعن أولادهن دواد دمحار وهذا في حداته مختلف تماما عن السمك والحيتان لا تملك خياشيم ولكن بدلا من الخياشيم هم مثلنا يتنفسون عن طريق رئتين مكتملتين نمو الحيتان تبدو أنها لا تمتلك أنف كبقية الثديات لكن بدلا من ذلك فهم يتنفسون عن طريق الثقوب في أهل الرأس بعض الحيتان لديها ثقبين يدوان كفتحة الأنف لكن الدلافين وخنازير البحر تملك الثقب واحد فقط بشكل مفاجئ لو نظرت إلى هياكلهم العظمية تجد أن الثقب ينقسم إلى ممرين أنفيين داخل الرأس هل يمكن أن يكون ذلك الثقب هو نتاج تعديل قوي لأنف الثديات؟ يبدو كذلك لكننا نحتاج إلى أدلة أكثر لنتأكد العديد من الحيتان تملك شعر مثل الثديات البرية في هذه الصورة بإمكانك رؤية شوارب هذا الحوت الرمادي الصغير بينما يسترخي على ظهر أمه بشكل غريب الحيتان تملك أطراف معصم يد وعظام صابع في الزعانف الأمامية ها هي صورة لهذه العظام العظام نفسها التي يمتلكها الخفافيش أفراس النهر والبشر في الأطراف الأمامية عظمة واحدة عظمتين معصم عظام صابع الحيتان الحديث لا تملك أرجل ولكن لديها زوج من العظام الصغير الغريبة حيث من المفترض تواجد الوركين والساقين ها هنا صورة لهذه العظام مأخوذ من حوت قطبي يبدوان تقريبا مثل عظام ويرك فخذ وساق هذه لديها تجويف ومفصل متحرك بين الورك والفخذ تماما كالتجويف داخل المفصل المتحرك في الورك الخاص بك هل هذا التشابه مجرد صدفة؟ أم هذه عظام أرجل حقيقية؟ ربما مقايا من التاريخ التطوري للحيتان قبل أن نطرح أي استنتاجات جريئة دعونا نكتشف ما إذا كان خط منفصل من الأدلة يؤكد شكوكنا علم الأجنة هو علم يهتم بدراسة كيف تنمو الكائنات الحية قبل الولادة أو حتى الفقس من البيضة هنا نرى جنين دولفين وجنين بشري في نفس مرحلة النمو لاحظ أن كلاهما يمتلك براعم أذرع وبراعم أرجل في البشر تنمو براعم الأرجل لتصبح أرجل كاملة في الحيتان تنمو البراعم لمدة محددة ثم تتوقف عن النمو وتتلاشى بشكل فعال ويستمر باقي الحوت في النمو هذه الصور لدولفين حديث في مراحل مختلفة من النمو لاحظ أن الجنين في وقت مبكر يملك فتحات أنف في مقدمة الرأس تماما مثل التي تجدها في جر أو حتى في الإنسان في حين ينمو الدولفين تهاجر فتحات الأنف إلى أعلى الرأس ويلتحم سوية ليصبح ثقب الدولفين حتى الآن لدينا حقائق متعددة من خطين مستقلين من الأدلة تتشريح المقارن وعلم الأجنة كلاهما يخبراننا بنفس القصة الدقيقة أن أسلاف الحيتان كانت كائنات برية ربعية الأرجل هل سيكون السجل الأحفوري شاهدا ثالثا يؤكد هذه الفكرة لدينا هنا اثنين من الحيتان المنقرضة تدعى البيزل سوريات تم التعرف على هذه الكائنات عن طريق العديد من الهياكل العظمية المحفوظة بشكل جيد وقد عاشوا معا قبل حوالي 34 إلى 40 مليون سنة في هذه الصورة نحن ننظر إلى أعلى الجزء العلوي من جمجمة حوت البيزل سوري هذا ليس نموذج أو نحت هذه العظام الحقيقية التي جلبت من تحت الأرض لاحظ أن الفتحات الأنفية ليست موجودة في أعلى الرأس كما هي في الحيتان الحديثة وليست في نهاية الوجه كما في معظم الثديات البرية لكنها تقع في المنتصف بالضبط هذه فصيلة وسيطة بالضبط كما أخبرتنا نظرية التطور في نهاية الجزء الخلفي من جسد البيزل سورد يوجد ويركين حجمهم صغير مكتملي النمو ويرك، أرجل، كاحل، قدم، وعظام صابع هذه الأرجل صغيرة جداً للمشي على اليابسة ولكنها ربما كانت مفيدة في التزاوج أو ضد الطفيليات أو الحك في الجلد النظرية التطورية تخبرنا أننا إذا رجعنا بالزمن أكثر كلما كان أصعب أن نميز الحيتان عن الثديات البرية تعرف على ماياسيدس عظام الورك لماياسيدس تبدو قوية كفاية للمشي على الأرض لكن هذا الكائن يعتبر حوت لعدة أسباب جميع هياكله العظمية وجدت بين كائنات بحرية والتي تخبرنا أنه عاش في المحيط أرجلهم القصيرة وأسابيع اليد والأقدام المسطحة تقترح أنهم كانوا سباحين مهرة دي أيد وأقدام مكففة وهنا نرى الجانب السفلي من فك وجمجمة ماياسيدس كما بدأ في موقع الحفر أسنانها متطابقة مع أسنان البيزل السورد التي رأيناها من قبل والهاكل الفريدة والمميزة لعظام الأذن الوسطى متطابقة مع حيتان البيزل السورد والحيتان الحديثة ماياسيدس تبدو عبارة عن حيتان سائرة العلماء وجدوا العديد من الأحافير لأسلاف الحيتان الشبيهة بالثديات ويستمرون في إيجاد المزيد معا هذه الأحافير تزيل الخط الفاصل بين الثديات رباعية الأرجل والحيتان المائية الحديثة وترسخ فكرة أن الحيتان في الواقع تطور من كائنات برية الآن لنلقي نظر على الخط الرابع من الأدلة ديناي جزيات الديناي تحتوي شفرات كيميائية تعمل كوصفة للكائنات الحية دون النظر إلى العظام الأجنة وعلم التشريح يستطيع الباحثين مقارنة شفرات الديناي للكائنات الحية لإيجاد صلة القرابة ديناي الحيتان تمت مقارنته مع جميع الكائنات الحية أسماك أسود بحر وغيرها وحتى الآن فإن أقرب تطابق وراثي هي في فرس النهر هذا لا يعني أن الحيتان تطورت من أفرس النهر لكن إذا كان هذا الاكتشاف الجيني صحيح كل من الحيتان وأفرس النهر تطوروا من سلف مشترك والذي عاش تقريبا قبل 54 مليون سنة في بادي الأمر العلاقة بين الحيتان وأفرس النهر فجأت الباحثين لأن الحيتان أساسا آكلت لحوم يأكلون أشياء مثل الأسماك والقشريات الصغيرة في حين أن أفرس النهر غالبا نباتية لكن بنظر أقرب يتضح لنا أن أفرس النهر والحيتان يتشاركان صفات غريبة بعض منها غالبا جاء من سلفهم المشترك أسلف الحيتان السائرة يمتلك كاحل بشكل فريد توجد فقط في أفرس النهر وأقرب أقرب أفرس النهر أفرس النهر مثل الحيتان غالبا ما تلد وترضع أولادها تحت الماء كلاهما يمتلك بطوم متعددة الغرف وهو أمر شاعي في الحيوانات آكلة الأعشاب لكن لم يسبع بها من قبل في الثديات آكلة اللحوم كلاهما ينقصه فراء وهنا حقيقة شيقة أفرس النهر والحيتان هي الثديات الوحيدة على وجه الأرض التي تملك خصيتين داخليتين أربع خطوط مستقلة من الأدلة جميعها تخبرنا بنفس القصة الحيتان تطورت من ثديات برية ربعيات الأرجل لكن تاريخ الحيتان ليس هو التاريخ التطوري الوحيد الذي يمكننا شرحه نحن نعرف من الأحافير والديناي وعلم الأجنة والعديل من الأدلة الأخرى أن أجنحة الطيور في الواقع هي مخالب أياد معدلة الطيور تطورت من أسلاف شبيهة بالديناسورات ويمكننا بهضوح رؤية أن أجنحة الخفافيش تطورت من أياد خماسية الأصابع مثل الموجودة في القردة وغيرها وجدنا أن البشر في الآوينة الأخيرة يستركون بهضوح في سلف مشترك مع الشامبانزي أن الثديات تطورت من كائنات شبيهة بالزواحف هذه الكائنات الشبيهة الزواحف تطورت من كائنات برمائية وهذه الكائنات البرمائية تطورت من كائنات شبيهة بالأسماك والسمك إذا رجعت بالزمن بشكل كاف للوراء ستجد أنها تتشارك مع الديدان بسلف مشترك إذن لتلخيص الأمور آلاف من الحقائق الملاحظة من مجالات علمية مختلفة تماما اتحدوا معا لإخبارنا بنفس القصة الدقيقة جميع الكائنات الحية على الأرض مرتبطة ببعضها البعض أنا فيصل القرني وهذه كانت نظرة عامة أساسية على أدلة التطور مقدمة بوضوح شكرا على المشاهدة إذا استمتعت بهذا الفيديو انشره مع أصدقائك على فيسبوك وتويتر إذا أردت أن تعرف المزيد عن أحافير الحيتان وغيرها قمنا بإضافة روابط في صندوق الوصف تأخذك لمقالات على موقعنا شكر خاص لزيت غصيب كل هؤلاء الأشخاص صهموا بوقتهم ومواهبهم لإتمام هذا الفيديو وشكر خاص لدكتور فيليب دي كينغريش ودكتور هانس تيوزن تطوعوا بساعات من وقتهم لإعطائنا المشورة وتجهيز الصور والأحافير والأجنة أنا فخور أن أعلن أنه لأول مرة في تاريخ ستيريد كليرلي أن هذا الفيديو تم دفع كامل تكاليفه عن طريق مساهمات مشاهدين إذا كنت قادما على مساعدتنا يرجى زيارتنا على موقعنا وانقر على مساهمة إلى هذا الحد كن فضوليا